أحبس العاصمة الليبية طرابلس أنفاسها بعد يوم دام شهد عنفق دتال بين فصائل تتبع رئيسي الحكومتين المتنازعتين عبد الحميد البيبي وفتح بشاغة في حين يسيطر الهدوء الحذر منذ ليل أمس أفاد إعلام الليبي بانسحاب فصائل أسامة الجويلي الموالية لبشاغة من بوابة الجبس جنوب طرابلس إلى العزيزية الواقعة على بعد 45 كم جنوب الغاصمة هذا وارتفع عدد ضحايا الاشتباكات إلى أكثر من 160 بين قتيل وجريح فيما تبادل المسؤولون الاتهامات وحمل كل من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد البيبي منافسه فتح بشاغة المكلف رئاسة الحكومة الجديدة من البرلمان مسؤولية ما يحصل في الأثناء دانت دول عربية أحداث العنف دعية إلى وقفها ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر